وليس من سمع كمن رأى خدتوا بالكم في البرومو ان هو بدأ الاول بجزء من كلمة فخامة الرئيس في فبراير 2015 لو حضرتكم تتذكروا انا اتذكر كويس جدا اليوم ده وكنا ساعتها في قناة اون تيفي كنت وقتها بتشرف بالشغل اناك وكنت موجود وكان موجود استاذ ابراهيم عيسى وكان موجود الاستاذ البرت شفيق وبعدين شفنا كلمة الرئيس وبصينا البعض وكان كتير بقى من زميلنا وعمره بخطوة واحمد عوض كنا عدد يعني من زملائنا والحمد لله والشوك الله يعني بشوف بالنحن نسا بنشتغل مع بعض حتى هذه اللحظة وبصينا البعض هو الرئيس هيعمل ايه انا بقول لكم بالزبط لا انسى هذا الرئيس هيعمل ايه وفي نفس اللحظة كلنا تقريبا في نفس اللحظة بنقول الرئيس هيضرب الرئيس هيضرب ولما حصلت الضربة وكنا صهرانين في الشغل فعلا مش هزار عارف انت لما كنا نعود نتفرج على الافلام بتاعت زمان ويجيب لك ان الازاعة بتقول انه حصل عملية العبور في تلاتة وسبعين وما الى ذلك والناس قول الله اكبر احنا عملنا كده وكنا في مكتب البرت شفيق رئيس القناة انا زاك وهو رئيس قطاع التلفزيون بالشركة المتحدة حاليا طبعا وصدقنا واخونا كبير يعني واخوي انا كبير فاكلنا الله اكبر الرئيس ضرب لانه الاحساس بانه مصر تقدر تجيب حق ولدها من اي حد طيب اتنين ليس من سمع كمان رأى انا كان ليه شرف عظيم شرف عظيم انه انا اقدر اقول كده اقولك ايه انا خدمت بلدي لو صح التعبير يعني في ليبيا تحديدا لما بوضو كنت في اون فانا قلت ان احنا عايزين يا جماعة ونطلع ونشوف واللي بيجرى في ليبيا وكنا الكلام ده سنة 17 فبراير سنة 17 حتى انا قضيت عيد ميلادي هناك في باقي غازي فا ليه بقولك خدمت بلدي لانه كنت مصر ان احنا لازم يبقى فيه سردية مصرية لازم بقى فيه عين مصرية لازم يبقى فيه صحافة مصرية موجودة على الارض هناك فمن سمع غير من رأى فاللي يعرف وهيجي وقته هتلاقوا التفاصيل بتتقال وبتتكتب وبتنشر وبتتصوق وبتتعمل افلام زي ما انتو بتشوفوا السرب كده على الدور العظيم اللي لعبته مصر علشان ليبيا تستقر الدور العظيم اللي لعبته مصر علشان ليبيا تستقر الدور العظيم اللي لعبته مصر بالتحديد للقضاء على التشكيلات والتنظيمات الإرهابية اللي كانت موجودة في ليبيا